أطلقت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا اليوم أول تجربة علمية كويتية إلى محطة الفضاء الدولية بالتعاون مع مؤسسة الكويت لتقدم العلمية التي قالت بدورها أن التجربة صممها أربع طلاب من الكويت لقياس تأثير الجاذبية الصغرى على نمو بكتيريا إي كولاي واستهلاكها لثاني كسود الكربون ومن جهتها قالت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى البلاد ألينا رومانسكي أن تجربة الطلبة جاءت للمساعدة في مكافحة تغير المناخ ومشيرة إلى أن الخطوة تعد مثالا رائعا على شراكة المؤسسات الأمريكية والكويتية في مجال العلوم والتكنولوجيا هذا وقد احتفل المركز العلمي بهذا الإنجاز عبر إقامة فعالية خاصة لعرض لحظة إطلاق الصاروخ حمل التجربة التي اعتبرها المركز حدثا تاريخيا يعزز من مكانة الكويت ويضعها على خريطة الفضاء العالمية